الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم من تنزيل العزيز الرحيم لتنر قوما ما أنر آباؤهم فهم رافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مضمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يرصرون وسعاء عليهم أمرتهم ومن لم تنرهم لا يؤمنون إنما تنر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا ما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء لنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجم أنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرهم ومهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلية يردني الرحمن بذر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينكذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت الله صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستازعون ألم يروا كما لكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وعاية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وآناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت عيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تمت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم لمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عيدك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وعاية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نغلقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كبرون الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعاد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبنا كثيرا فلم تكونوا تاقنون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم اليوم نختم على أفواههم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكذبون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون وتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مصررون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عنيم الذي تعال لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توكنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمو إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وصفات صفا وزاجرات زجرا فالتانيات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إننا زين السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شام تاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طيل لازم بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا روايتين استسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متلعوا كنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قلنا عبوا أنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم منه تكذبون أحشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون أحشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون وقفوهم إنهم مسؤولون وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعضا يتساءلون قالوا إنكم كنتم ذاتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا نذائقون فحق علينا قول ربنا إنا نذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مستنخون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلياتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكنهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين في جنات النعيم على سرر متقابلين يضعف عليهم بكأس معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنا ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرير يقول وإنك لمن المصدقين أئذا بتناه كنا ترابا وعظاما إنا لمدينون قال هل لم تنطلعون فاطلع فراءه في سواء الجحيم قالت الله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المخضرين أفما نحن ببيتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزل أم شجرة الزكوم إنها جعلنا فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فبالعون منها البطون فإنهم لآكلون منها فبالعون منها البطون ثم إن لهم عليها لشعوبا من حميم ثم إن مرجعهم ليلة الجحيم ثم إن مرجعهم ليلة الجحيم إنهم ألفوا أباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد لادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا دريةهم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحصين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرق للآخرين إن من شيئته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبي وقومه ماذا تعبدون أيفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في المجوم فقال إني سقيم فتولوا عنهم المجبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنقذون فراغ عليهم وربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحدون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي وملي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في الملام أني أذبحت فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في الملام أني أذبح فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم عوة له للجبين وناديناه أيها إبراهيم قد صدقت الرؤيا إلا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عفادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه على إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد ملنا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عفادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتجعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن نوطل من المرسلين إذ نجيناه أهلا وأجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإن لكم لتمرون عليه المصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونسن من المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالغرائب وهو سقيم وأمتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناسا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه ومين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمخضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم علي بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرى من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذاب لا يستعجلون فإذا نزل مساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كبروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم همير منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآليتين واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملؤين من امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بلهم في شك من ذكر بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوثاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوب من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوحي وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم الوطن وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينمر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لا من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اسبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب إنا زخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وبصنا الخطاب وهل أتاك لبع الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصنا لبغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط أهدنا إلى سواء الصراط إنها داخله تسع وتسعون ناجة ولي ناجة واحدة فقال أكفلنيها أعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضه معنا بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما قم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له إننا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظل الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكرون الباب ووهبنا لدود سليمان نعم العبد إنه أبواب إذ عرض عليه بالعشي الصعف نات الجهاد فقال إني أحببت حب الخير عن نكر ربي حتى توارث في الحجاب ردوا علي فطبق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وأبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوغاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء ورواس وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإننا عندنا لزنفى وحسن ماب واذكر عبدنا أيوب إذ رادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا موتسل بارد وشراب ووعبنا له أهله مثلهم معهم رحمة مناه ذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابر عن نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة الذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليسع وذلكفر وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما تردون ليوم الحساب إن هذا لرزق ما له من نفاد هذا وإن لطاغين لشر مآب هذا وإن لطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس الميات جهنم يصلونها فبئس الميات هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر شكله أزواج هذا فوج مغتحم معكم لا مرحبا بهم هذا فوج مغتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار هذا فوج مغتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتم لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا غفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعودهم من الأشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز العفار قلوا نبأ عظيم أنتم عنه مارضون ما كان اليمن المن بالملئ الأعلى إذ يختصمون ينحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فضعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تستد لما خلقت بيدي أستكبر أم كنت من العانين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من ضين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك العنة إلى يوم الدين قال رب فأغمرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنورين إلى قال فبعزتك لأغوين هم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن تبعك منه مجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين الله وطر شكرا 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 شكرا